تقدم شيخ الأزهر الشريف فاضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بخالص التهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قيادة ودباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وعرب شيخ الأزهر عن تقدير الأزهر الشريف للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان دعيا الله أن يتغمدهم برحمته ومغفرته وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مقروه وسوء وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام